اهلا بكم متابعي قناة فروم الروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها بنك المغرب يسجل تباطؤا في وطيرة القروض البنكية ولن الى تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الشراك في القناة ويعجب بالفيديو افاد بنك المغرب ان القروض البنكية الموجهة للقطاع غير مالي سجل التباطؤا في وطيرة نموها الى نسبة 6.1% خلال شهر نونبر من السنة الجارية مقابل 6.3% مسجل خلال الشهر الذي قبلها واضح بنك المغرب في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022 ان هذا التباطؤ الذي شهده نمو التمويلة المخصصة للقطاع غير المالي يؤذى الى تراجع وطيرة نمو القروض الموجهة لشركة الخاصة من 10.3% الى 9.3% وتراجع في انخفاض التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية العمومية من 4% الى 1.5% وتسارع في وطيرة نمو القروض الموجهة للأسر من 3.5% الى 3.8% وبحسب النوع يشير تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالية الى تباطؤ في ارتفاع تسهيلات الخزينة من 18.8% الى 17% لاسيما تلك المتعلقة بالقروض الموجهة للشركة الخاصة التي تراجعت من 16.8% الى 13.9% وكذا الى التراجع الطفيف للقروض العقارية من 2.7% الى 2.5% مع تفوق من خفاض قروض الانعاش العقاري من 0.9% الى 5.3% واستقرار قروض السكن عند 2.9% كما يتعلق الامر بتحسن نمو قروض التجهيز لتستقر في المستوى الذي بلغته خلال السنة الماضية واكد بنك المغرب ان الوصول الاحسياطية الرسمية ارتفعت بـ 6.8% بعد ان سجلت 5.9% في اكتوبر كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء